قائمة النادي الاهلي لهذه المواجهة هتكون كالتالي فيها تقريبا كل العناصر كل العناصر يعني محمد شناوي في حراسة المرمى ومصطفى شبير ومصطفى مخلوف معاه في خط الدفاع هي موجود علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأكرم توفيه ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ده في خط الدفاع وفي وسط الملعب أحمد نبيل كوكا ومران عطية وإمام عشور وحمد عبد القادر ومحمد مجد أفشا وقاليو ديانج وحسين الشحات وطار محمد طاهر وريدة سليم وبرسي تاو وفي الهجوم محمود عبد المنعم كهربا مع أنتوني مودست وصلاح محسن دي قائمة النادي الاهلي لهذه المواجهة ماذا عن التشكيل بقى؟ تشكيل المتوقع لهذه المباراة عشان هيبقى فيه تغييرات كثيرة جدا تعالى أقول لك يلا بينا بوست سيدي محمد شناوي هيبدأ في حراسة المرمى تمام عادي علي معلول محمد عبد المنعم عادي ياسر إبراهيم هيخش مكان رامي ربيعة وأقرم توفيق هيخش مكان محمد هاني وده التشكيل المتوقع الأقرب يعني على ضوء التدريبات الأخيرة يعني ممكن تشوف فيه تغييرات وسط الملعب هيبقى فيه أحمد نبيل كوكا بدلا من مروان عطايا مع أليو ديانج وإمام عشور اللي هيبقى موجود مكان محمد مجدي أفشا بيرسي تاو ومحمود كهربا بدلا من صلاح محسن وحسين الشحاد بدلا من ريدا سليمي مع تغييرات كثيرة جدا في التشكيلة الأساسية دي الأقرب على ضوء التدريبات الأخيرة ولكن ورد جدا أنك ممكن تشوف لعبين أو تشكيلة أخرى في بعض المراكز ولكن دي الأقرب يعني لمواجهة سوندونس ترجمة نانسي قنقر